السؤال اللي بعد كده بتقول يا شيخ حماتي معاملتها وحشة قوي معايا في وشي بتبقى حلوة وفي ظهر بتتكلم علي وحش اتعامل معاها ازاي؟ وقالت انها اتخلي جوزي طلقني لو سمحت اقولي اتعامل معاها ازاي؟ لانها قزيتني وبتقول للناس اني وحشة في بيتي اولا السؤال دوت فيه تلات اجزاء الجزء الاولاني هو حضرتك عرفت من ان هي بتكلم من وراك الكلام وحش اكيد حد عمل غيبة ونميمة عمل نميمة ونم عندك واخبارك بان هي بتكلم عنك وحش او ان انت مفيش حل تاني ان انت تجسست عليها يعني لايما حد وصل لك الكلام وانت مش واجب عليك بدل ايها بتتعملك معاملة كويسة يبقى كان واجب عليك ان انت تنفي هذا الكلام او انك انت ما تصدقهوش اما تنفيه او ما تصدقوش يعني تخليه وكأنه ما وصل لكيش طيب الحياة التانية او انك انت تجسست في اسمات الكلام ده يعني اما تجسستي في سجلت مكالمة فعملت انت اكل الخصوصية وده حرام او انك انت اعدت وتصندت وده برضو حرام فكل دي كبائر كل دي كبائر والعزب الله فلذلك الا حاصل فوصولك لهذا المعنى ده كان نتيجة الاثم والعزب الله طيب اما وان انت وصلك هذا المعنى وصلك هذا المعنى فاحنا عندنا حاجة مهمة جدا جدا ليس الواصل بالمكافئ احنا مش بنعمل الناس بالاخلاق الحسنة لانهم بيعملون بالاخلاق الحسنة احنا بنعمل الناس بالاخلاق الحسنة لان الاخلاق الحسنة يحبوا الله لان الاخلاق الحسنة هي عبادة فمحدش بيقول ان انا انا اصلي لما اكون مزاجر اي لا احنا بنصلي بنصلي كذلك احنا بنحصل للناس لان دي عبادة زي سائر العبادات مش بحتاج ان انا احصل على مقابل لها أنا بعبد الله في الناس بعبد الله في الناس إزاي وخالق الناس بخلق حسن عبادة أمر من الله سبحانه وتعالى أمر بأننا أخالق الناس بخلق حسن فده أمر يبقى إلا حاصل وأمر من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ادفع بالتي أحسن فده أمر من الله سبحانه وتعالى فما فيش فكرة أن هي وحشة معي جدا فأنا عامل إيه تعمليها حسن وخاصة ان معاملتها الحسن ممكن تبقى فيه نية تانية تخلي ثوابك عظيم الثواب الاول يبقى الكاظمين الغايزة والعافين عن الناس والثواب التاني بقى وعشرون بالمعروف يبقى عندنا مسألة العشرة الحسنة انك انت تكون في عشرة حسنة بينك وبين زوجك فلما تحسن الى والدته اللي هي حماتك ايه اللي حاصل ده يعود بالعشرة الحسنة على علاقتك بزوجك ولذلك انت لابد ان انت تكون فاهمة ده كويس اوي اوي فلذلك بتقولي اللي اعمل ايه عامليها بطريقة حسنة وصدق المعاملة الحسن اللي كان بتعملها لك وبلاش التشكيك فيها وبلاش فكرة المؤامرة اللي انت ممكن تعيش فيها دي انت بتقولي ان هي قال تعليك كلام عنك وحشة في بيتك وحشة في بيتك يعني اما يتكلم عن نظافة او شيء من هذا قبيل ولا حاجة انت اعمل الفعل الحسن وما يعمل اكيش الناس يقولوا عليك ايه فكرة ان انا لازم محدش يتكلم علي لازم انا اسكت اخرس قلصية الناس محدش يقولي حاجة ده كلام بيتعب الانسان ويخليه ما يقدرش يعيش حياة مستقرة هدي بالك واسيبك من كلام ده وتعاملي معا 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 حسنة وهو ده الحل الافضل والحل الارجع ترجمة نانسي قنقر